منذ عام 2003 ولحد اللحظة يعاني ساكنوء المناطق البعيدة على مركز المدينة من نقص الخدمات وانعدام بعضها بغض النظر عن الأموال التي تصرف على مركزها بالوقت الذي تكمن أهم متطلباتهم بتعبيد الطرق والماء والكهرباء ناهيك عن تهالكي ونقص البنى التحتية لمنطقة الروفا في كربلاء عدنا خدمات بالكهرباء قلت خدمات بالكهرباء يعني محولة عن محولة كيلو ونص فهذه ما تكفي ويمكن القلوب ما الشغلة وعدنا نقص بالتبليط تبليط هالله وكيلك هسا ما ينمشي مناكا ما ينمشي وكلهم شافوه وقنت شوفها هسا بعينك وصوره وشوفها ما ينمشي نهائيا بطريق ما ينمشي لابس شتاء طلابنا يرحون للمدرسة الله وكيلك يطبون بالطين نحن ناشد سيد المحافظ محافظ كربلاء المقدسة المحترم بتبليط هذا الشارع وتوفير لنا محولة كهرباء وبناء سياج المدرسة وتوفير الكارفانات المدرسة متوسط بحثة الشهداء لنا بحاجة ما سا نتيجة أعداد طلبة اللي وصل بها أعداد طلبة أكثر من 500 طالب وعدنا فقط ثمين كارفانات انعدام الماء واستخدام المياه الجوفية مما يسبب أمراضا كثيرة ناهيكا عن استخدام أموال خاصة من قبل المواطنين لشراء أنابيب لسحب المياه ومن ثم استخدام ضغطات لسحب المياه مرة أخرى لتصل للبيوت التي تنعدم فيها في فترات الصيف الحارة ليبقى الفقير يعاني هذه الأزمات دون أي رقابة تذكر مثل ما صورتوا هاي الماطورات الماطور مننا يسحب لآخر فرع منناك ومخلي الماطورات هناك بالبيوت عود الصعد للتانكيات وهاي الجهال يسع يتكرب جاهل بالماطورات هاي اللي هنا يعني معاناة كل الشيقة وإذا انكسروا البورة منا هاي البورة أهلي سحبناه على حسابنا يعني مو شغلة مضبوطة منين كثير يسحب من المياه هاي المياه الجوفية المالح والبزل هاي المنطقة منطقتنا اللي جينا اللي حبيناها وحبينا منطقة منطقة كربلا كربلا الإمام الحسين صلى الله عليه فجينا منها اللي جاي عبانا بيها يعني تفاجئنا بالمعانات كلش قوي لا كرهباء لا أموي يعني ما كده لا شارع تبليط احنا بعد اشترينا هنا وتورطنا وبنينا بناء ضخم يعني بمعنى ملك خسرنا عليه تهالكوا اقتصاد البلد مع أزمة صحية وخدمية يعانيها الكربلائيون على مدى سنوات عديدة بانتظار من ينتشلوا واقعهم من هذه المأساة المستمرة لأكثر من ثمانية عشر عام لقناة تغيير الفضائي جاسم الهمايمة كربلا شكرا شكرا